صباح الخير يوم موضوعنا هو عن الأطفال وتحديداً عن الأمساك عند الأطفال أولاً خصوصاً عند الأطفال الصغار الردع يمكن أن لا يعرفوا يعبروا إذا فيه وجع أو إزعاج أو إذا عندهم أمساك أكيد الأهل يجب أن يكونوا مرائبينهم مرائبين أكلهم مرائبين كل نمطهم الغذائي وممكن يكون هناك أيضاً أسباب طبية للأمساك هذا هو موضوعنا لليوم طبعاً نورة سنبدأ قبل بالولاد الأكبر بعدها سنرجع على الولاد يمكنهم أن يعبروا مثل ما قلت هلأ في عنا كتير أسباب لهذا الموضوع وفيه كمان عنا حلول بس بدي شوية أفرت يعني من الأهل لحتى هنا يقدروا إذا بدك يعالجوا هيدا الموضوع طبعاً إذا نحنا منلغي كل المشاكل الصحية ومنكون استشرنا الطبيب وتأكدنا أنه نحنا ما عنا مشاكل صحية فأول أسباب هنا للولاد اللي بيكونوا عم ببالش وياكلوا تعرفي الولاد مش كتير حيحبوا أنه ياخدوا كل شيء صحي وكل شيء بقلبه أليف مثل الخضرة والفواكة وفيه كتير منهم بيكون يمكن بيكي إيتر أو ما بيفضل ياخد من الخضرة معينة وبيكون بعده بهالعمر عم يستكشف الطعمات في إيش رح يحبها إيش لا إيش رح يتقبلها إيش بده وقت لا يمكن أن تيرجع يتقبلها مية بالمية أول سبب هو أو كمية لأليف اللي عم بتفوت على النمط الغذائي ما بتكون كافية وهذا من أول الأسباب اللي ممكن يصير عندي تاني سبب هو ما بنكون عم نشرب مي كفاية تعف الولاد كمانا يمكن إجمالا بيلتهوا باللعب أو أي شيء تاني فما بيعود بياخدوا المي الكافي اللي هنا بيكونوا بحاجة لقلة أو كمانا يمكن عم ياخدوا مشروبات كثير فيها سكر وهون كمان ممكن يزيد عندي أنا الديهايدريشن وما يكونوا عم ياخدوا مي كفاية وثالث سبب بتاع في الولاد أكتر شي بحبوه أو أكتر شي معاودين أنه يكونوا عم ياخدوه هو الحليم أو كل شي دايري برادكس بالأخص كمانا لأجبان هو الأكتر شيء جمالا بتناولون الولاد هون كمان ممكن يعملوا امساك إذا عم ناخدوا مثلا ثلاث أربع مرات بنهار مع كل وجهه وما منكون عم ناخد أليف وما قبيلهم إذا شكلنا بين الحليب واللبن واللبن والجبن على كل الوقعات بنهار ممكن يقدي لأمساك ممكن يقدي لأمساك إذا ما عم ناخد ما كفاية معنا وإذا ما عم ناخد أليف كفاية معنا فوايكي وخضراء بالزبط بالزبط فجمالا بيكونوا عم ياخدوا لاتي خبزة بيضة مع جبنة ومن دون ولا شي حد دولتي هيدا الولد أريدي مثلا معرض أنه يكون عنده أو بيبين هيدا الشيء أساسا من من زغره سهون ما بقى يعني حتكون هيدا هي المشكلة أنه كمية المشتاقات الحليب بس بهالحالة إذا في هيدا الكيس نحنا بدنا نخفف مشتاقات الحليب ولا مجرد ما نرجع نزيد كمية المي والفكة والخضرة بده يمشي الحال يمشي الحال أكيد طبعا ونحنا أهم شي عنا بالضايت هو التنويع والفرايتي نحن نعرف كثير منيح أن العالم بعد عمر 25 ما بيعود بيحطوا كالسيوم ما بيعود في كالسيوم ديبوزيتس بالأعدام مثل قبل سأنا هون بمرحلة التأسيس أنا ضروري يكون عم باعت الولاد السورس أو كالسيوم اللي هني بحاجة لألال يعني أنا ما لازم أبدا خفيف دايري برودكتس ما فيني خفيف دايري برودكتس وإذا الولاد يجب لازم إجبروا أو شي بديل عنه لنأمن كمية الكالسيوم الولاد بيكونوا عم ياخدوا بس بدي شوف إذا أنا مثلا كتير عم ياخدوا حليب مثلا صبح وعشية صبح وعشية وهو صار بعمر أنه منه بقى مضطر ياخد مثلا مرتين بنهار حليب فينا نخفف شوي إذا كان عم يعمل إذا كل شيء تمام ما ضروري مغير شيء أبدا أوكي سو كمان عنا هلأ الساكند ستاب هي أنه ممكن يكون عندي لايف ستايل فاكترز بتأثر على هيدا الشيء مثل شو يعني يمكن هالولاد ما يكون حرك كتير بتعرف هلأ أن احنا بعصر التكنولوجي والولاد يمكن بتضلب أكترية الوقت على التابلت أو عاديين بالصف أو بالمدرس ويمكن بالميك أنت مش عم يعملوا هالأد هلأ يمكن إشتساف شوي منقدر نعالج هاللموضوع بس إذا الولاد منه حرك أو ما بيعاموا الاكتيفتي ما عنده ولا سورس رياضة فزيكلي فممكن هيدا الشيء كماني بس أنا هون بتشدد على شغل ونحن ضروري نكون عم ننبه الولاد على هيدا الموضوع وننبهون أنكم كل يوم لازم تكونوا عم تفوتوا على التوالد للظابط لأنه أوقات بعمر معين لولاد مبعوضوا يرأبوا هيدا الموضوع سيرون الأولاد بالفوت على التوالد لازم كمان ننبهون أنكم لازم تنتبقوا على حالكم وكل يوم تكونوا عم بفوت على التوالد لسíp ritко لكن سأكrer لك كمانا إذا بدك نحن لنعرف للوليز لازم يكونوا عم يفوتوا على التوالد كل شيء آقل من 3 مرات بجرمعان احنا منعده سو اذا عم يفوتوا ثلاث مرات بيكون ماشي الحال بس اذا كان فيه مثلا صعوبة او عم ياخدوا كتير وقت او ما عم يقدروا يمكن ان يكونوا مرتاحين سو هون نحنا منعده وهي بتفرق شوي من ولد لولد سو هون ضروري نكون مثل ما قلت كتير كتير مهم ان هي هنا بعضهم يعني ما نفركوا ولدنا حتى لو صاروا ندلع من رئيبهم ضلع من معيهم على هذا الشهر بالزبط سو كمان نحنا عنا انه تعفي الولد يمكن بيكون كتير عم بيلعب او خلص ملتهي مع اصحابه وبشي تاني بيكون ممكن حاسس انه هو بدي يفوت على التوالي بس بيجاهل هيدا الموضوع سو هون يمكن الوقت يلي هو معود عليه لاتسي دايلي انه هو يفوت فيه على التوالي تغير او عم يضل يجاهل 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 سو هون كمان ممكن هيدا الشي كتير يأثر سو ضروري هون ما فينا نحنا نتصرف الا انه نكون عم نعطيهم مثل ما قلت الاجيكيشن وعم نعطيهم يعني عم نعلمهم نمرع يكون عم يحسر بالزبط بالزبط فيه ولاد يمكن ما بترتاح حتى تفوت برات البيت سو هم نحنا من نأمن انه يكون هنا يقدروا بطريقتهم معينة انه يقدروا ما يجاهلوا هيدا الموضوع كمان في عنا يمكن اذا هالولاد ستريست او يمكن الانفايروم التبعه يمكن ستريسفول كمان يمكن يأثر على هيدا الموضوع وفيه ولاد يمكن بيخافوا او هيدا التويلت ترينينج كمان ممكن هيدا الستاب تكون تغيرات يعني عم بتصير معهم يمكن يكونوا عم بيخافوا او منهم مرتاحين مع هيدا شي سو هون كمان نرجع لالاجيكيشن قديش نحنا لازم نكون عم نقلون هلأ في عنا مدك الكندوشن يمكن مشاكل بالمعدة مشاكل صحية سيلياك ديزيز هون طبعا منلجأ للطبيب الطبيب هو بيوجهنا اكيد المريئة بتخلينا نكتشف اذا فيه هاي الأمراض او اذا فيه شي ما انه كتير نورمال مية بالمية هلأ اذا الولد عم يشتكي او انه عم بيقلي انه انا مثلا عندي كونسيباشن او فيه صعوبة انه بديفوت عطولتنا شوي نطلع على الخروج تبعه اذا كان دراي او ناشف او آسي هيدا يمكن منشوفه بالولاد الاصغر بنقدر نشوفهم بالدايبرز يعني فمنقدر نعرف اذا هو اذا كانوا كمان الحجم كتير بيأسرسوا هون كمان فينا نكون عم نراجع الطبيب وهو بيوجهنا كمان اذا عم بيجعوا بطنوا كمان اكتر شي الولاد الصغار بس بيضلوا نعبيبكم ما منكون عم نعرف ليه يمكن كمان هيدا الشي بسبب الكونسيباشن هلا كيف منعمل منجمينت ضروري نركز اكتر شي على الخضرة والفواكه هني اهم شي بالنسبة للولاد بيقول نقطة صغيرة هون قد ما فينا لما نبلش تنتردوس اكل قد ما فينا ناخر للشوكلت ونعودن على السويتنس بالفروت هيك منأمن انه نكون عم ناخد أليف وبيكونوا عم ياخدوا سكر طبيعي هون منكون عم نأمن وفينا نحنا انواع فواكه معينة كمانة كتير بتساعد للكونسيباشن مثل الكيوي مع اشرو بس ضروري تكون عم تتغسل كتير كتير منيح اذا ما تقبلها مع اشرو هي الكيوي بحد زيت تقبلها الاشر ما بتفيد كل الفواكه بقلبهم أليف بس القشرة الكيوي كتير بيكون بقلب أليف وهيدي حتى مش بس للولاد للكبار كمان عن الخوخ المجفف أو حتى الخوخ الطبيعي كمان هو الكتير بيكون بقلبهم أليف وكل شي خضرة أو فواكه بناخدهم مع القشرة كمان هيدا كتير بيأسر وكل شي كمانا مثل ما بنعرف مثلا رز وفاستا وخبز اذا بنقدر بناخدهم بيكون أحسن يعني مش نكون عم ناخدهم أبيض بيكون أحسن أحسن 100% وبنا نتأكد ان يكون عم ياخد كمية الماء اللي لازم ياخدها ويكون عم يتحرك ويكون عم أد ما فيكون عم يعمل رياضة كمان بدنا نعمل هابتس أو راجل هابتس إذا بدك للباثروم نحن هون من نقل له أنه ما ندروا نستعجل بتاع في إذا فيه ستات بيكون عندهم كذا ولد يلا ولبسوا خلونا نمشي وهيك سو بيكون هون عم يستعجل هو التويلات لازم فوتة التويلات إذا الولد أراد من هو صغير عنده مشكلة لازم يعني تقريبا 5-2 منتس لحتى هو يكون خلاص إنه مأكد إنه مرتاح وما فيش عم بعجله حتى ما يصير يتخربط معه هيدا يصير هيدا شي بروتينو مزبوط وكمان إذا توقيت الفوتة على التويلات يالصبح بكير أو بعد الأكل لأنه أرادة بعد الأكل بيكون أنا كل الجهاز الهدمي بيكون عم يتحرك سو هون كمان إذا الولد لتحاسس ونبدأ بفوتة على التويلات بعد الأكل بيكون أحسن بكتير وكمان لازم يكون الانفايرومنت كتير كمفتربل لقله وما في استعمل أصاص إذا أنت ما فتة على التويلات أو سوسي بالتندير أكيد هيدا أخطر شغلة أخطر شغلة يكون عم بربط الأصاص بفوتة للتويلات هون كتير ممكن يعملوا لازم دايما وما أربط الأكل كمان ما فيك تأكل إذا ما هيك ما فيك تأخد شوكولت إذا أبدا ما فيه أربط من هي هيدا العوايد بدون نضلوا مع الولد لمدى الحياة يعني نحن هون مثل ما ذكرنا أكيد الأدوكيشن أو التعليم والتربية حتى بهيدا الأمور كتير أساسية صحيح مرائبة النظام الغذائي مرائبة الفوت على التويلات ومرائبة كل تفاصيل حياته أولادنا أكيد هيدا الشهداء من مسؤوليتنا شكرا كتير ميرفاة أبيض على هيدا المعلومات مشاهدينا بريك ومن الرحل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر